مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي فانهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال ثلاث اشياء تجعل مربي الاراني بالمبتدئ يمن من تربية الاراني يعني في الحقيقة هاته ثلاث اشياء ممكن انها تطلق الكاهد ديال المربي نانا ندولتها لكم في ثلاثة ديال النقاط النقطة الاولى وهو التنظيف شحن موحد يدير التربية الارضية يعني كيبقى يوميا كينوض وكيمشي كي ينظف عليهم اسبوع الاول اسبوع الثاني مهم الشهر الاول قاع كيبقى صابر ولكن من بعد اسمو كيبقى يمل كيبقى يقول وشانا غديمقى يوميا غديمقى نظف عليهم بهذه الطريقة هاته يعني تشطاف ويعني ذاك الفزيق ديالهم اعزكم الله يعني في حقيقة يعني مع المودة احنا مشي كامل سنظروا على النهار الولونا الثاني مع المودة كيكراه كيكراه احنا كنقوله بالعربية كيكراه عليك كيكون باقي الانتاج مكينش كيكون هو باقي عاد مربي عاد جديد كيكون الانتاج مكينش مهم كيبدا كيطلق احنا كنقوله بالعربية بالدارجة كيبدي يطلع له الخز انا كنبغين احضر معا في القناة ديالي كنبغين احضر معاكم يعني خلينا من الكلام منمو بالصح ان المربي كيطلع له الخز ما كيبقاش بغي يكمل العلاج لانا كيقوله وش انا يا هذا هذا الانتاج وش بالصح غادي يدخلولي وش بالصح غادي يربح منهم كيكون عاد بادي وكيبقى يقوله وانا يا هاد التماري قاعد لي كنضربه وش كينا شي فائدة ولما كينا شي فائدة اذا كنقول للناس في كينا فائدة المربي يصبر على الاقل خصو يصبر واحد العام يعني سانا كلها وهو كي ينظف واحد طريقة يومية مش يقع يومية منقوله نهار اهلا ولكن الحل ديالي النقطة هادي ندكر كل نقطة وندكر الحل دياله الحل وهو دير الكيجان الكيجان يعني اسهل طريقة التربية حدا بانتمو كيما كتشوفو هادي هادا كاج واسمو اشنو فيه فيه ميكا 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 ضربة يعني شد عليه كله بما فيها الولادات رغم الولادات انا ضربة الجيه الولادات هايا كله هاد جيها فيه ميكا وفالاخر اسمو كالقاو كالقاو فوق واحد راهوا عزائي المشاهدين كتلقا تقفة واحدة اسمو كيوقع فيها هانتمو انا عانوريكم كيفاش كيكون هنا بانيو لتحت بانيو واحد كيجمع فيها تخيلو انني ما كان نضرش من بعد اسبوع اسبوع ما كان ما كان ما كان نشوفش فيه التنظيف كاع هانتمو اشنو كندير دير شطابة هنا هانتمو ايلا كتبع لكم انا انا صافي كندير هاد العملية بس ببساطة مشي كنشطب عليهم هانتمو كندير هكا كندفع هاد الشي للثقب هانتمو بها الطريق هانتمو ايلا كتبع لكم شطابة راكا تحرك وكدفعي في الثقب واذاك التقب كيطيح فيه ديك البانيو هاداك البانيو هاداك البانيو وسبوع كامي بحرية الله كيكي تجمع هانتمو هانتمو انتا شطابة لصق فيها هاد العمود هانتمو بها الطريقه هاو عمود كنشدو من هنا هاي شطابة راها غادية 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 صافي هادي ده براني نضفت يعني صافي راني سهليت اما التربية الارضية اخواني غادية انا راني جربتها في البداية ديالي جربتها غادية غادية يعني تمنلو من التنظيف اذن هادي كنقطة اولية النقطة الثانية وهو شراء العلف شحن مواحد كيكون في الاول يعني ما فاهمش اشنا هو تربية الاني كيبقى يعطيهم كميات بزاف يعني كيبقى يعطيهم كميات بزاف بسمو كيوقعلو كيوقعلو ان العلف كيبقى يسهليلو ضغياء كيبقى يقول واحد الاناني بكي ياكلوا بزاف خصوصا الروميه كيياكلوا يعني خص بعدها واحد ميتين قرام في الارنب الواحي هادا تبارك الله هوا بابيون هرا كيياكله تقريبا مئات قرام في الوجبة مئات قرام في الوجبة تبارك الله ولكن كنساعد كنساعد مثلا باد الخبز الجاف مثلا هوا فقد الجاف كان قطعولو هكا بهاد الموصله ياس هكا وكان اعطيه له شوية تقلطهم مع شوية ديل الفصة فتفلسي الديل الفصة هكا وياكلت الفصة غيح الارنب الروميه حاولوا انك هما سعطيهمش اه يعني الاشياء الخضراء اما البلدية اعطيهم الاشياء الخضراء اعطيهم القصور اعطيهم تبارك الله هادو كي عيشو مزيان يعني الارنب ياكلوه هادو مالباش عاشو جدود ما كانوش يعرفو هاد آراني بقالي جاي من أوروبا هاد وراء آراني براه مهجنة جاي من أوروبا ما كانش في تربية هذه الأرنب ما كانوش يعرفو اسموه شنا هو يعني الأرنب الرومي إذا حاولوا أنكم تشريوا العلف ما تشريوش أولا بالكيلو لا كاتح غالي شريو خنشة وحطوها خنشة قدير تسعين درهم خمسة وثمانين درهم ما بين ثمانين درهم خمسة وثمانين درهم تسعين درهم حتى الخمسة وثمانين درهم والخبز ديال الدار ما ترميوش خليو هاد هاد الخبز هادا ونردوها هكا طريفات هكا بأي طريقة كاي اللي قردوه بمهراز كاي اللي ديرو فخنشة وضربوه بوحل عصية كاي اللي كنا كنا نستعمل مقص مقص ديال الأشجار ونقطع بها الكمية هكا بحالها ونخليها صافية وكان ننضيباني شوية بسيكاليم مره مره باش ماشي تبقاو غي شريو خنشة ديال السيكاليم او الناس قاع اللي كيتغلبوا نيشان وهما هادوك الناس اللي كيمشيو كيديرو السيكاليم فقط وكيبقاو شريو بالكيلو فيما كيتشيرو مثلا 4 كيلو 5 كيلو كتطيع لهم بربعة درهم ونس وكيلي كيبيعوتها الخمسة درهم هو الي شريو 20 كيلو 5 درهم ي petrol 20 دريل ونهي كاتكملو يشري 20 درهم أيخبر في حين انه呀 إذا الشريتو خنشة ينعباني enquاح dengan 76 و爷ين ريال دلهم في الكيلو رايما سهلاش الناس اللي كي عرفوا، القيمة دي لاتي دلهم شنوها هي 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 على الدوام، ماشي على إربح الدلهم واحد اللارى على الدوام و الكيمية من كتشلي خمسة وعشرين كيلو رايك لتنربح فيها بالزغر ها خمسة وعشرين دلهم شايطة هذي غيلة ربحسي دلهم في الكيلو رايك لربحسي خمسة وعشرين دلهم شايطة و على الدوام راي المربرة كي يمل كيبقى يقول واشي أنا أمقا ينصرف عليهم لا تسموه اش اش تديرو الحل دير هاتشي الخبز جاف هاو الفصة هاي هالفصة را كتدير بالا كبيرة يعني هاد البانيو هاد انا ممكن تكون منه واحد انا راني غاي كنحيد وكنحط شي بالطرف بالطرف هاد البانيو ممكن انه يكون منه واحد عشرات ومرات ولات ناشر مرة تخيلوا انه تشريه بخمسة وسبعين درام وكيناديها سبعين درام هذه الفصة الممتازة كتدير خمسة وسبعين درام يعني بالا ممكن تضرب لكم واحد تلت شهور ولا اربعة شهور اللي عنده قاطع صغير اذا هذه النقطة ثانية نقطة ثالثة وهو ان المربك يمشي كيشري كمية كيكون بقي مفاهم شنه هي التربية الانانب وكيشري كيبدأ كيبدأ بكمية كمية كابيرة وكيشنو كيديرو وكيبقى وقاولو اه اه ي老師veda ماش محسن وما افاهمش الطريقة دي التحسين ويعني غ يكي بدأو يموتو لله الصافية كيقول هذه المشروع هذه غي الناس غير sneakتلوا ما فيه Gesichtه لا يربح له wahlow هداه المشروع راءا يعني الناس محرف هو ما فهمش كيفاش الناس كيسدقوهن كيقول انا بعدا ما كيصدقو ليشوا وانا غύ مش انتلون كيصدقو لك شترك لتاياو بديتي بعدد كبير ديال الامهات كي مباشرة كي بشي متسوق وكيقول لك انا غا نشري واحد عشرة الامهات وثلاثة دقو كي بدا يخلطهم كي بدا يموتولوا الدقو لان كي خلط ذكر مع الذكر ينضف الصباح كي لقى واحد ميز كيقول لك لا راه هات شي ما 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 خدمش وكي موتولي ما ما طيب يتلان اني بأخ منها عفوان على هاد لان هذا الكلمة سمعتها يعني سمعتها من الناس وبغيت نوظفها بالعاني باش نوريكم ان الناس كيفاش كيفكروا يعني ما تقولوش على التربية الالانيب راه ما مزيناش لا تربية الالانيب خصغي في الاول تشري عدد صغير يعني ممكن انك شي جوج متوسدك لا غير وتدير اقفاص بحال هكا واحد فيديو راني دينه ديال قفاص اقتصادي دخلو القناة ديالي راه واحد فيديو رائع يعني يعني ممكن انكم تديروا غب يعني الاقفاص ديال تلاجة القرياج ديال تلاجة كتصوبوا بهم ومرخاص في التامة كتصوبوا بهم قفاص اقتصادي ما تحتكم سب خمسين درهم يعني هذي كبداية منين تشوفوا الارنب قدامكم وكتقال تقلبوه يوميا وكتشوفوه كيفاش كي تتعامل كيفاش كي نوض كيفاش كي الولادة دياله هذوك الصغار كيفاش تتعاملوا معاهم من لابد ما غني تعلموا انا هذي راب بتجريبة الولادة دياله يقول ما عندوش جريبة وكيقول لا انا ما نفهموش لا كين المواضيع ماشي غير قاناة ديالي قاناة ديالي راني داكفية تقريبا جميع المواضيع اللي خاصة بتربية الارنب ممكن تبحثوا في قناوات خرين ممكن تبحثوا في سيتات خرين المهم انكم يكون عندكم واحد دراية بالموضوع ممكن انكم هذوك الارنب تخليوا منهم وعلش ان احنا كنقولوا تربية الارنب يعني خصك على الاقل تكون عندك وحد الخبرة ديال سانة او سنتين لان بحالها كا الناس اللي كيكونوا هذوك الارنب مكيبيعوش منهم هذوك منهم كيخصلوا منهم عاوض بس مو كيوقع انهم مكيدخلوش الامرات بعدها من 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 السوق مكي مشي بقوا غيشري من جوي اخرين هذوك الارنب هومانيس كيخصلوا منهم يعني مني كيكبرو �يزوجوهم وككيخ تتسغيش لي ديال البحث يعني مشي ماخي نقولكم يزوجوهم يعني الاخوة لا كيكونوا عندكم والجوج نتوات وكتخليوا يعني ال يعني كل نتوة متزوجوش الاخوة ديالها لا من النتوى لنتوى تكونوا عاقلين ودك شي بالتسجيلات وتحصينات وعلموا الداركم غتتعلموا غتتعلموا غي صبروا أرا غاديتعلموا إلا كملتوا في المشروع أما الناس لك يقول لك لا هذا شي ما كيدخلش ألا أرا كيدخلوا كين ربح ولا صبرتي أرا كين واحد ربح هو فيه إن شاء الله اللي ممكن أنه مع المدة يعني عندك اكتفاء ذاتي من اللحن في المنزل ديالك ممكن أنك مع المدة تبقى تربح يعني وتوفرش شوية ديال الفلوس خصغي الطريقة كيفاش تتعامل معاد الأراني براهم تبارك الله فيهم فيهم المدخول يعني غي ما تملوش الملل الموضوع ديال الحلقة هاد الحلقة هاده هو الملل ما يخصش المربي يمل إلا إلا مل من المشروع صافي غد يرجع في نصف ديالطريق هو لا إلا فتغي النصف يعني كين واحد البانضة هاي غادية بانضة بانضة يلفته في هالنصف كيولي تربية ديالاني بساهلة إلا تراجعته قبل من النصف يعني في الرباع ولفتتولوت وقلتو صافي الله أهناني بما كيدخلوش صافي يعني في الحقيقة ما غاديش تكملوا مشروع عنها دي بتجريبة كانت صادف الناس كي يقولك انت كيفاش كتدير كيفاش كتدير أنا رأى ماشي عندي شي شي مخ ديال شي عالم لا عندي غيص صبر كان صبر وكان نوض نخدم يعني حال هاد الميكة مني غاديش تبغي تديرها رخص كيفاش تفكسيها على هاد الميكة هادي إلا بغيت تفكسيها رأى ماشي ساهلة إلا بغيت تشري أقفاص وتصوبهم يعني بالقرياج دير تلاجة رأى ماشي ساهل أي حاجة ماشي ساهلة عندما هادا هادا هو القفاص دير تلاجة كيكون هاتا كيكون مغلف عندما ديرها عندما كيفاش كيكون مغلف بالبلسي والثامن ديالهم رأى هادوك القرياجات رأى خيص غيخصكم تنوضو تشريو السلك لقاط ولا بانس وتبقوا تلاقيه وتسوفوا المقاييس وتسوفوا البلارصادية للولادة كيفاش تديرو لها بدك إمكانيات اللي عندكم أي حاجة عندكم في الدار ممكن تخدموها لقاط موس مقص ميكة ممكن ما تشريوش الناس لي ما عندهمش إمكانيات أي ميكة أنا عندي هنايا بحال هادا القفاص هادا لاحظوا أن هادا الجهة هاوية فيها باش هاية باش هادا مشري هونوكازيو ماشي شريته جديد فيه واحد ثقوبة ماشي مشكل ولباقي شنون عني دير الكواش الكواش اللي كيكونوا ضايعين ماشي ترميهم اللا التحاجة ما كانت ترميه أنتهم هادو غيخ أغطية هانتهم هانتهم مشوفوا هادا غيكا نموذج عن دي عندي بلايس خلين ديرا فيهم هادا قرائل كاشاها هاي كاشا هانتهم ونفوق ممكن تديروها هانتهم هنا يا هاي هاي هدي هذي هزنكا كتباء خمسين درهم الميترك هاري من لا في اراي بطبيعة الحال انها في جديد راهار خير راهارها غالية بولانت وماء اسلاك انا عندي بلاي صخورين كندير فيهم هاد التربية هادي دير معانا صخورين وشارك معانا صخورين ودير تربية ديال الدجاج البلدي دير تباق الله السمان اه دجاج الرومي الفلالس ولكن انا كان اظل لكم على ديمة على التربية ديال الانيب لانها سهلة ما فيهاش تماره في الحقيقة الى المربي كما قلت لكم هذيك البانضة ديال العمر ديال تربية الانيب قدر يتجاوز النصف ديالها كونوا متأكدين انه غادي يزيد القدام وغادي يكون عنده اه مدخول من هاد الانيب اراهم سهلين في التربية ما فيهم الصداع لاحظوا انه كتسمعوا واحد اصوات ديال الدجاج البلدي كتسمعوا واحد تكتيك هادا راه راه هنا ايال يعني الصمان انتوما اللي بغيتوا تشوفوه انتوما هادا راه السمان انتوما تباق الله تعورها فيه فيه المدخول دياله بوحده انتوما انتوما الى كيبها لكم مهم ما تملوش انا هادش اللي كان اطرع ليه ما تملوش يعني اي حاجة ديروها خاصكم كيما قدر لكم واحد البانضة بانضة خاصكم تفوتو فيها النص ايلا فتو فيها النص اني واحد شاريق شاريق دير العمر دير التربية ديال اي اي حيوان ايلا صبرتو فتو فيها النص اسموه المعنى ديال فتو فيها النص وهو انكم اه كتسبتو خبرة وصبرتو يعني العمل تنظيف يعني باش ما يجيكمش شي شي امراض اه البحث بحثو في في سولو ناس اللي كعرفو في 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 هذا الميدان اي معلومة دخلوها لراسكم وحفظوها وطبقوها يعني على بشكل يومي هادشي هاد التربية ديالا ماشي من ديولة غير الهوات ولكن ارى من ديولة المحتارفين الحلقة ديالنا هي هادي ناصيحة يعني تابروا ويعني ديروا ميتل هاد المشاريع اراها كانت دخل باش نحنا كان نخبيوا على اخوتنا اللا كما كان بغيروا لخير رأسنا كان بغيروا للناس كين مدخول الحمد لله باش يعني الاسر الفقيرة تيت تستفد من هاد 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 المشاريع اذا الحلقة ديالنا راسالات تكيوا لزير جان باش تساندونا تكيوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة